السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت في خطوة قد تسهم في حل الأزمة اليمنية أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن رعايتها محادثات تستضيفها جينيفيو شارك فيها جميع الأطراف اليمنية المحادثات أعلن عنها الأمين العام بن كيمون بعد أيام من أعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عنها خلال مؤتمر رياض فيما تباين ترى أساسة اليمنين حيال موعدها المقرر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري كما لم تتضاح حتى الآن الجهات غير اليمنية التي ستشارك فيها رغم التصالات المكثفة التي يجريها المبعوث الأممي ورحلاته المكوكية بين مقرات الأمم المتحدة وعواصم المنطقة كان في مقدمتها الرياضة والقاهرة وطهران التي سيزورها قريبا على واقع تأكيد السياسيين الإيرانيين دعمهم للدعوة الأممية للحوار بين الأطراف اليمنية في جينيفا ودعمهم لكل ما من شأنه وقف معاناة الشعب اليمني إيرانيا أيضا أكد الإمام الخامنئي اليوم أن بلاده لن تردخ للابتزاز الذي يعمد إليه أعداؤها مبينا أن إيران لن تسمح بتفتيش منشآتها العسكرية ولن تسمح كذلك بالتحدث إلى علمائه النوويين الإمام الخامنئي حذر من أن أعداء إيران يحاولون أن يجروا الحرب بالوكلة إلى الحدود الإيرانية وعليهم أن يعلموا أن الرد الإيراني سيكون قاسيا جدا على أي اعتداء محليا أقر مجلس الأمة اليوم ستة ميزانيات لجهات حكومية ورفضا ثلاثة حسابات ختامية منها في رسالة واضحة من المجلس تفيد بعدم تمرير أي ميزانية لأي جهة حكومية لا تبدي أي جدية لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة موشيرين إلى أن تمرير الميزانيات هذه المرة لن يتكرر في السنة القادمة في حال عدم تلافي ملاحظات الديوان اشتركوا في القناة